بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اصدقائي في قناة زاكر لي يا بابا النهاردة ناخده مع بعض الدرس الاول من المادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اصدقائي من جديد النهاردة ناخده مع بعض الدرس الاول اللي هو بعنوان الموارد المائية وتنميتها الموارد المائية وتنميتها هنا يقول لك الماء هو مصدر الحياة على سطح الارض الماء هو مصدر الحياة على سطح الارض فلما يجيلك سؤال يقول لك بما تفسر تتنوع موارد المياه في مصر يقول لك بما تفسر تتنوع موارد المياه في مصر تقول لوجود بحار وبحيرات ونهر النين تقول لوجود بحار وبحيرات ونهر النين ناخد الموارد المائية في مصر الموارد المائية في مصر نعرف مع بعض ايه الموارد المائية الموجودة في مصر أول حاجة تنقسم إلى مياه عزبة ومياه مالحة تنقسم إلى مياه عزبة ومياه مالحة المياه العزبة هي نهر النيل بحيرات عزبة هي بحيرة ناصر مياه جوفية عزبة أمطار هذا بالنسبة للمياه العزبة الموجودة في مصر نهر النيل بحيرات عزبة هي متمثلة في بحيرة ناصر ومياه جوفية عزبة والأمطار طيب إيه المياه الملحة الموجودة في مصر أول حاجة البحر المتوسط والبحر الأحمر والمياه الجوفية الملحة والبحيرات الملحة يولاد ومتمثلة في بحيرة قارون أولاً أن أخذ المياه العزبة في مصر يجيلك في الامتحان يقولك بما تفسر أهمية المياه العزبة في مصر تقول له واحد مصدر رئيس للشرب والأغراض المنزلية تقول له تساعد على قيام الزراع تقول له مصدر رئيسي توليد الطاقة الكهرومائية متمثلة في السد العالي هذا لو يجيلك في الامتحان بما تفسر أهمية المياه العزبة في مصر يبقى تقول له مصدر رئيس للشرب والأغراض المنزلية تساعد على قيام الزراع وتقول له مصدر رئيسي توليد الطاقة الكهرومائية مثل السد العالي مصدر رئيس التوليد الطاقة القهرومائية مثل السد العالم نأخذ بعد كده أمثلة للمواد المائية العزبة أول حاجة نهر النيل تقول يستخدم قطريق للنقل المائي الداخلي وهو أرخص أنواع النقل زي ما نحن شايفين في الصورة نهر النيل يستخدم قطريق الناس يسافر بها عن طريق المراكب نجي هنا المياه الجوفية المياه الجوفية تعتمد عليها الحياة في الواحات المصرية زي واحد سيوى يبقى المياه الجوفية دي الناس اللي عايشين في واحد سيوى بيعتمدوا على المياه الجوفية نجي الأمطار الشتوية الأمطار الشتوية بتعتمد عليها الزراعة في السواحل الشمالية يبقى الزراعة في السواحل الشمالية بتعتمد عليها بتعتمد على الأمطار الشتوية بما تفسر أهمية السد العالي في مصر تقول له حما مصر من أخطار الفيضان والجفاف يبقى الفيضان والجفاف السد العالي حما مصر من نيهم زمان يا أولاد قبل ما يتبني السد العالي كان يجي الفيضان يغرق الأراضي حوالي نهر النيل وكان يجي أوقات الجفاف الميتجل في نهر النيل فيحصل جفاف فلما جاء بنينا السد العالي الحاجات كلها انتهت خلاص مصر رب نحماها من الفيضان والجفاف يوم ما بنينا يا السد العالي يجي نشوفه يتقول له مصدر مهم لتوليد الكهرباء مصدر مهم لتوليد الكهرباء يعني يجي هنا يقول لك ما المقصود بالفيضان والجفاف ايه هو الفيضان الفيضان هو زيادة منسوب الماء عن مستوى ضفتين في موسم معين يقول المائك تقول له الفيضان زيادة منسوب الماء يبقى الفيضان ايه هو تعريفه زيادة منسوب الماء عن مستوى ضفتين نهر في موسم معين يبقى الماء يتزيد عن مستوى ضفتين نهر في موسم معين دي اسمه الفيضان طيب ايه الجفاف ندرة المطن مما يضر بالانشطة البشرية وخاصة الزراعة والرعي يبقى الجفاف هي ايه ندرة المطن ندرة ايه المطر مما يضر بها بالانشطة البشرية ايه هي انشطة البشرية بتأسهب بالمطر اللي هو الزراعة والرعي هنا في معلومات معلومات تعرفها يعني نقطة مياه تساوي حياة بيقولك ان الاستهلاك العالمي للشخص الواحد من المياه العزبة يبلغ ما بين الف الى ستمية الف مية الى ستمية لتر يوميا يبقى يقولك الاستهلاك العالمي يبقى هنا معلومات في معلومة هنا ان يقولوها مع بعض مش مطلوب في الامتحان مننا بس نعرفوها مع بعض اللي هي نقطة مياه تساوي حياة بيقولك ان الاستهلاك العالمي للشخص الواحد من المياه العزبة يبلغ ما بين مية الى ستمية لتر يوميا وفقا لمين وفقا لمستوى دخل الفرد ومستوى معيشة يعني انسان بيستهلك ما بين مية الى ستمية لتر يوميا ده حسب ايه حسب دخل الفرد والمستوى المعيشة بتاعه هنا بيقولك بعض المياه المياه الجوفية وف簡�iente تكون المياه جوفيه الجاور Yep او مياه الجوفية تكون غالبا من البحر يت lotion ملحة ويجعgt moved to a further اهمية المياه المالحة في مصر اول حاجة اهمية المياه المالحة في مصر seperti ما خدنا اهمية المياه العزبة ارى ان اخذو اهمية المياه المالحه في المتحان هنا يقولك بما تفسر أهمية المياه المالحة في مصر بما تفسر إيه أولاد أهمية المياه المالحة في مصر أول حاجة تقول تعد البحار والبحيرات المائية مصدر رئيسي لإنتاج الأسماك في مصر أول حاجة أن المياه المالحة البحار والبحيرات مصدر رئيسي لإنتاج الأسماك في مصر الحاجة الثانية تقول يستخرج منها الأملاح المهمة زي ملح الطعام يستخرج منها الأملاح المهمة مثل ملح والطعام رقم 3 وسيلة للنقل البحري وسيلة للنقل البحري رقم 4 يستخرج من قاع البحار والمحطات كل من البترول والغاز الطبيعة يستخرج من قاع البحار والمحطات بترول وغاز طبيعي هنا يريد부터 يريد حق البلاعيم حقل اسمه بلعيم بحري احد اكبر حقول البترول البحرية وخليج السويس حقل بلعيم بحري اولاد اكبر حقول البترول البحرية وخليج السويس سوف نرى ازباب تلوس المياه ازباب تلوس المياه العزبة اول ازباب تلوس المياه العزبة اولاد مياه الملوثة بالمبيدات والاسمدة الكيموية اواب ايه هي ازباب تلوس المياه العزبة ازصرف مياه الصرف الزراع في النター ازباب طريف مياه الصرف الزراع في النو Zero ازباب سوف نحن الزقر الصرف الزراعي يرمي فيها في نهر النيل مياه الصرف الزراعي مياه ملوثة بالمبيدات والأسمدة ثم أثباب تلوث المياه المالحة تسريب تسرب زيوت البترول من ناقلات البترول هناك ناقلات تنقل البترول من بلد لبلد يحصل منها تسريب تسريب تكون السفينة برميل بيترول نزلت منه قليلا في النار هذا يسمى تسريب زيوت البترول من ناقلات البترول الثانية أثباب تلوث مياه العزبة والملحة مع بعض تقوله يلقى مخلفات الصرف الصحي والصناع في مياه الأنهار أو البحار دون معالجة يلقى مخلفات الصرف الصحي والصناعي في مياه النهر أو البحار دون معالجة يعني هي معالجة يعني ليس يشلوا منها المواد السامة والمواد الضارب لا يرموها ميافيا في الأنهار والبحار الحاجة الثانية يقول لك يلقى المخلفات السفن في مياه النهر أو البحار المخلفات بتاع السفن بيرمو المخلفات بتاعتها في مياه النهر أو البحار أنا أخذه جزء مهم تاني اللي هو من جهود الدولة لحماية المياه من تلوث وتنميتها إئه هي جهود الدولة لحماية المياه من التلوث وتنميتها الدولة عملتها أول حاجة زيادة حملات توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه. عملوا حملات توعية انه ازاي ناس ترشد استخدام استهلاك حمل المياه. تبقى زيادة حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه. كده نحن خلص الدرس بتاعنا النهاردة. هنراجع مع بعض المفاهيم الي جادت في الدرس. اول حاجة تعريف الفيضان. قلنا هو زيادة منسوب المياه عن المستوى ضفتي النهر في موسم معين الجفاف هو ندرة المطر مما يضر بالأنشطة البشرية خاصة الزراع والرعي وهنا الكتاب مرخص للموارد المائية يقسمها إلى مياه عزبة ومياه مالحة المياه العزبة قال لك أنواحها نهر النيل الوادي في الوادي والدلتة وهنا البحيرات العزبة بحيرة ناصر والمياه الجوفية العزبة الواحات والأمطار الشتوية والجهات الشمالية من البلاد وقال لك أهميتها أهميتها قيام الزراعة مصدر للشرب والأغراض المنزلية توليد الكهرباء وقال لك وسيلة لنقل الماء الداخل وسيلة لنقل الماء الداخل هنا برضو يجب لك المياه المالحة أنواحها فيه هنا البحر المتوسط البحر الأحمر المياه الجوفية المالحة وعنديك البحيرات مثل بحيرة قارون البحيرات مثل بحيرة قارون هنا أهمية المياه المالحة مصدر للأسماك والأملاح بيستخرج من نياه البترول والغاز الطبيعي ووسيلة لنقل البحر وهنا برضو مرخص لنا تلوث المياه العزبة والمالحة أول حاجة تلوث المياه العزبة والمالحة أسبابها تصريف مياه الصرف الزراعي قال لك إلقاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي وإلقاء المخلفات السفن وتسريب زيوت البترول ده الرخص منك في الأربع نغط دونانب طيب إيه هي جهود الدولة للحد من تلوث المياه قال لك معالجة المخلفات الصرف الصحي والزراعي وزيادة حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وبكده الدرس بتاعنا خلص أرجو إن كن استفدتم معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في درس جديد اشتركوا في القناة